نروح لفرقتنا أقول لحضراتكم النهاردة كان فيه طبعا تمرينة استعدادا لمباراة المقاولين والتمرينة دي يعني كانت النهاردة الصبح ويمكن الفريق الحقيقي يمكن بيستعد المطش المقاولين النهاردة بكرة ياخد راحة حسب مقرر مستر موسيماني وإن شاء الله يوم الخميس يرجعت مرة تاني استعدادا لمباراة الجمعة في بعض الأسماء اللي رجعت للتمرين النهاردة منهم طبعا علي لطفي النهاردة كان فيه تدريب الحراس المرمى علي لطفي شوبير حمزة علاء ومصطفى مخلوف وكان فيه تدريبات يعني اليقى بدنية رفع مستوى الأحمال لعدد كبير خصوصا للعيبة اللي كانت غيبة برسيتاو أطمينكم زي ما قلت لكم من يومين برسيتاو سلبي كورونا تعمله برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة النهاردة شارك في التدريبات لويس مكسوني الحمد لله سلبي أنا كنت قلت لكم من يومين أنه الراجل عينته الأخيرة إيجابية وما زال لسه في موزنبيق ومفترض أنه هيتحرك وأول ما يجي إن شاء الله ويوصل القاهرة بالسلامة هيتعمل له مسحة برضو عشان يتطمنوا على حالته زي ما أنتوا شايفين وليد سليمان رجع نقول له ألف حمد لله على السلامة وليد رجع النهاردة واتمرم مع الفرقة بشكل كامل أتوقع أنه يبقى فيه ظهور لبعض الأسماء يعني يمكن مستر المسلماني اعتمد على حسام حسن على عمار في المطش اللي فات على كريم فؤاد أتوقع أنه المباراة اللي جاء قدام أولين ممكن نشوف فيها أسماء من الفريق الأول بتشارك فيها ربيع جاهز حسن الشحات جاهز زي ما حضرتكم شافين ياسر إبراهيم جاهز محمد مجدي أفشا جاهز وبالمناسبة أنا بتهالي كمان أنه المطشط اللي جاية من كسر ربطة هتكون فرصة للإطمئنين على الباكي اليمين يعني أنا عارف أنه جماهير النادي الأهلي بعد إصابة أكرم قلقنا شوية من الحتة دي لأنه أكرم كان فيه وصل حقيقة لمستويات يعني عالية جداً كانت فورمة عالية جداً جداً والأهلي خسر أكرم باللي بالمناسبة ظهر زي ما أنتم شافين في تمرينته النهاردة أكرم كان موجود في التيتش في ملعب التيتش وواضح الولد يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله عنده حالة رضا كبيرة جداً أي حد هيوصل للمستوى اللي وصل ليه أكرم وخصوصاً أن فرصة جات له بعد معاناة أكرم يعني تعب كتير واشتغل كتير على نفسه عشان يوصل للحتة دي وبالتالي لما تبقى في قمة فورمتك وقمة تقلقك وتبقى أساسي ونمرى واحد في المكان ده منتخب وطني ونادي أهلي وجي لك إصابة قعدك شهور بتبقى صعبة جداً جداً لكن الضحكة دي تقولك قد إيه الولد متطمن وقد إيه الولد راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وده مع حطه في المعادلة مع إصراره وعزمته الولد عنده روح الروح اللي هي بنتمنيها الحقيقة في فقيلة عيب كورة لو عندك 11 في الملعب عندهم روح أكرم أنت بقيت في حتة تانية خالص فإن شاء الله يرجع بالسلامة لكن الناس أل أنا شوية من غياب أكرم خصوصاً أنه هاني بعيد بقاله فترة فهاني محتاج يأخذ الفترة اللي جاية والناس بتسأل مين ممكن يلعب مع هاني عشان يبقى فيه بديل يبقى فيه منافسة الاتنين يشدوا على بعض أنا بقول أنه المركز ده إلى حد كبير مطمئن عندنا في المركز ده ممكن كريم فؤاد جاي والولد إمكانياته أعتقد أن كل أهلوية متفقين عليها أنه كريم مستقبل للنادي الأهل وكريم خمم بشرة جداً 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 ولد كرته حلوة ويقدر يلعب في أكتر من مركز يمين ممكن شمال ممكن فممكن تراهن عليه جداً وأنه يتم تجهيزه في الفترة اللي جاية عندنا عمار حمدي ممكن يلعبها عمار برضو واحد من الخامات اللي برضو ما فيش خلاف على إمكانياته عندك حتى لو احتاجت حسين الشحات ويمكن حسين لعب في المركز ده قبل كده أنا ما شفتوش من البدايات يعني ما شفتش حسين الشحات من البدايات قوي ابتدت أتابعه أكتر مع العين الإماراتي وطبعاً بعد كده مع النادي الأهلي لكن كل الناس اللي تبعته والناس اللي اكتشفت حسين في البدايات بتقول إنه كان متوهج ومتقلق ومتعملق في مركز الباك اليمين فبرضو حسين الشحات ممكن يسد في الناحى دي فما تقلقوش الحتة دي مليانة في أسماء تقيلة أوي في النادي الأهلي ممكن تلعب في الحتة دي المهم بس ناخد الفرصة دي احنا كل يوم بنقرب من كاس العالم فان شاء الله بإذن الله يبقوا عندنا اسمين تلاتة جاهزين إن هم يلعبوا في المركز الباك اليمين اشتركوا في القناة